بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو ده ملخص وان انا بس بحاول اوصل فكرة او الكونسبت من اللي عندي لاصدقاء الطلبة اللي زي بالزبط. يعني احنا كلنا طلبة. قد اخطئ قد اصيب. ولكن الفكرة كلها اني بحاول اه اني ابسط المعلوم عشان حسيت ان ان هي صعبة شوية ان في ناس تفهم. وانا كنت واحد منكم مش فهم. فسامحوني ازا كنت طولت او شرحت حاجات ممكن تبقى يعني هو الدكتور عايزها ولا لا? بس الفكرة ان بنفهم يعني بنفهم بعض المسألة لما تيجي ممكن تيجي ازاي او هي عايزة ايه المسألة اساسا عشان ابقى فاهمها? فلازم في اساسيات نكون عارفينها. اول شيء اساسي عندي هو يعني ايه بيكسل اساسي? يعني ايه هو البيكسل? مكون من ايه البيكسل? شايفين الصورة اللي قدامكو دي? الصورة اللي قدامكو دي فيها كمية من البيكسل كتير قوي. انا استخدمت الفوتشوب لانه هو اكتر حاجة هتوريكو التطبيق العملي للدراسة اللي احنا بندرسها. بس. التطبيق العملي ده بيقول ان البيكسل عندنا هو اصغر وحدة جوه الصورة. كزا بيكسل مع بعض يؤدونا للصور اللي حوالي اللي جنب ليه. فب ازاي انا مش فاهم يعني ايه كزا بيكسل جنبه بعض. ما تيجي كده نزوم مسلا انه نشوف نعمل زوم ونشوف. بص كده معيه. كل ما نخش جوه الصورة الجوه. بص كل ما نخش. كل ما نخش جوه هتلاقي فيه مربعات. كل ما نخش جوه كده هتلاقي ان فيه مربعات. المربعات دي هي البيكسل. لو تلاحظ دي درجة ودي درجة تانية ودي درجة تالتة. فعلى كده نرجع تاني من بعيد. واحنا بنرجع تاني من بعيد هنا. هنلاحز ان احنا يعني وانا بعيد انا مش شايف كل الموضوع ده كله. انا مش شايف ان فيه مربعات مش شايف انه في اي حاجة. طب احنا بقى شغلنا فين في الدراسة بتاعتنا. احنا شغلنا بيخش جوه المربعات دي. باخد جزء صغير وابدأ اشتغل عليه. اللي انا يعني حاولت افهمه من 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 اول في السليدات اللي عندنا. رقم واحد. ان هو بيقول لك بس ان الصورة مكونة من مربعات. وان احنا لو دخلنا جوه هناخد جزء صغير. لو تلاحظوا انا كده واخد مربع. من الصورة الكبيرة. الصورة الكبيرة اللي هي دي. انا واخد منها مربع صغير. وشغل عليه. ده بالنسبة للبيكسل. طب يعني البيكسل ده طب هو ايه اساسة? يعني هو ايه اللي اداله اللون? واللون ده بيتفهم ازاي? ملخص الموضوع ان اللون ده هو مجرد رقم. هو اكتشواليه تلات ارقام فوق بعض. التلات ارقام اللي فوق بعض هما او بمعنى تاني هو تلات طبقات فوق بعض. كل طبقة لها درجة معينة. طب برضو مش فاهم. انا عايزة بكل بساطة اه ده الالوان. انا مسلا لو اختارت الدرجة دي. المربع ده. المربع ده بيحتوي على ايه? بيحتوي على كمية الوان بكزا نزام. في عندك مسلا نزام الريد والجرين والبلو. هو مجموعة تلات طبقات بيتحطوا فوق بعض. اللون اللي انا اختارته ده بياخد مية ستة وعشرين رد درجة رد ومية خمسة وعشرين درجة جرين ومية تلاتة وعشرين درجة بلو. فوق بعض ادوني الدرجة دي. طب تعالي نشوف اللون اللي جنبه. الالوان عندي اختلفت خالص. بقى مية اربعة وتسعين ومية تلاتة وتمانين زي ما انتو شايفين كده الريد والجرين والبلو عندي اللي هما التلاتة الطبقات اللي فوق بعض اختلفها. طيب. بمعنى تاني ان انا ممكن ااخد التلاتة الوان دول واجيب اي صبغة من عند اي حد وحطهم فوق بعض هيدوني درجات مختلفة. الفكرة بقى انا شفتوا درجة الرقم ده مجرد رقم. الرقم ده اللي انا باخده في المعادلات الراضية اللي عندي وبطبق عليه. زي ما بنقول حاجة اسمها الفلتر او حاجة تانية مسلا الفونكشن. كل الكلام ده بطبقه على الارقام اللي موجودة جوه مربع مربع. من هنا بستنتج كم حاجة تانية من ضمن الالوان دي. ان ممكن اختار اللون اللي هو البني ده بس. اللي درجاتها متشابهة. ده اللي انا عارفها زي ما قلنا. ان انا هختارها مسلا مية واحد وتلاتين مية سبعة وعشرين مية اربعة وعشرين. الدرجات دي بس اختارها واخليها مسلا لون اصفر. عادي اغيرها بحاجة تانية. طيب اه ايه تاني من انظام الالوان اللي عندنا? عندنا سي ام والواي والكي اللي هي سيان ماجينتا يلو بلاك. وده حاجة للطباعة. ودي درجة يعني دي تلات طبقات تانية اسمها لاب. للكالر مختلفة. يعني ايه? يعني دي درجة. دي دي ليها ودي ليها ودي ليها تانية ودي رابعة. ودي خمسة. ودي عمتلا بشتغل بها الويب. اسمها الهكسا ديسمال. الويب. طيب تلاحظوا. ده الرد. ده الجرين. اللي هو رقمين تانيين. وده اللي هو الرقم التالي. طيب. ايه تاني عندنا في المنهج ممكن نقدر نقول عليه. في حاجة اسمها للبيكسل. علاقة البكسل ببعض عاملة ازاي? العلاقة اللي هنا. علاقة البكسل. ان ده يا مال وعن ده. ايه ده? يعني. بقدر ان انا بص للصورة ازاي? بعد ما عرفت ان انا الاول افهم الصورة او افهم اللون بفهمه عن طريق الارقام بتاعته. آآ توضيح تاني يعني ايه تلات ارقام? اهم. تلاتة لير ادي. تلات دي تلاتة ودي الشانل الاخيرة. او انا اخترت درجة الرد بس. هيختار انه هيقول لي اللون الاحمر في كام جريي ليبل. اللون الاحمر. دي الالوان الحمرة فقط في الصورة. درجة الاحمر فقط في الصورة. لاير اللاحمر. لاير بتاعي الجرين هتلاحظوا ان هو اختلف. في درجة تانية مختلفة. عشان دي برضو درجات اللي هي الجريي ليبل جوه الجرين فقط. جوه لاير الجرين. وده البلو. لما نجمع التلاتة على بعض زي ما احنا شايفين كده بيديني الالوان. آآ طيب. يعني ايه اللي علاقة البيكسل ببعض عاملة ازاي? علاقة البيكسل ببعض زي ما احنا شايفين. في عندنا كزا نوع من العلاقات. آآ. تعالوا مسلا نبص على الصليدات عشان خاطر اوريكم العملية. ده الجزء ان الصورة اللي قلنا عليه. وده برضو وهي لما تترجم الوان. تلات درجات فوق بعض. الجرين. الريدو الجرين. ده نوع تاني اللي هو الصفر والواحد. آآ كل يعني اللي عندي كلها هما تنين بس. وده نظام تاني في كزا طيب. آآ تعالوا مسلا نقل على. آآ ان الصورة تبقى مبكسلة يعني ان عدد البيكسل جوه الصانتي الواحد. يعني بمعنى تاني. لو تلاحظوا كده ان الصورة دي واخد من اول هنا. من اول هنا الهنا. بصوا ده رقم اربعتاشر. هنقلل تاني. ده رقم خمستاشر. المساحة من هنا الهنا. واخد عدد معين من البيكسل. عدد البيكسل ده هو اللي انا كل ما يزيد وطول رأس المساحة كانت كبيرة دلوقات المساحة بتقل وعدد البيكسل هو هو جوه المساحة دي بس المساحة بتقلت فكل ما يزيد عدد البيكسل جوه المساحة بتبقى الصورة اوضحة. المساحة اللي كانت عندي household كانت من هنا الهنا. الـ 14 الى 15 عدد البيكسل اللي فيها زادت. بس من هنا هو ثابت. ارجو ان الفكرة تكون واضحة لان هي غريبة شوية بس هي بسيطة بسيطة وارجو ان هي كون واضحة ان شاء الله. طيب تعال نشوف مسلا اا دي كده اتنين كده احنا شرحنا واحد اتنين بكل بساطة ده كل الغرض من البيكسل. تعال نشوف تلاتة. اصدق ايه بها? في التلاتة لما بدأ يتكلم عن المحاضرة في دي قاليني في حاجة اسمها الجيراني. اولا هو هنا قال لي ان البيكسل عندي بيبقى دي بداية الصورة. بداية الصورة بتبقى من فوق من اول هنا. يعني ده البيكسل رقم واحد واحد. تمام? وده رقم واحد اتنين مسلا. وده او واحد اتنين. اه اه. قعد كده اتنين واحد اه اتنين 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 تلاتة اتنين اربعة كده. ده البيكسل وده الاريه برقم واحد. فهو ده اللي او عايز اقولك علي ان يبدأ من هنا الاكس والواي بتاعتي تبدأ من صفر وايه? وتخش. الجران او الريليشن زي ما قلنا ده نوع الجران. بالاخر يعني انا نوع الجيرة بتاعتي ايه? يبقى في عندي اكتر من شكل الناس اتفقوا عليهم. قالك ان لو انا عندي اربع اربع اه اربع ده يعني انا عندي اربع جران. اربع جران يعني انا كده البيكسل اللي في النص ده. عنده جار فوق. لو تلاحظوا لما طلع فوق الواي قلب طول مية واحد فبقى واي ناقص واحد. وتفر بتاع البي ده ايه? فهو زي ما قلنا هو اكس واي. فلو ده ما كانوا مسلا خمسة يبقى ده الواي الخمسة بقى اكس واي ناقص واحد. لنطلع فوق. لان هنبدأ من هنا. من الصفر. ونبدأ ماشينا. وده مدام رجع لورا. فبقتلي الاكس. هي اللي قلت بقيمة واحد. ولما جيه لقدام بقى زائد واحد. الشكل ده اللي شكله زي الكروس. دوت اسمه اربعة نيبرهود. قالك والله انا عندي شكل تاني بقى. الشكل التاني ده اسمه تمانية. يعني ايه تمانية? يعني انا اهم تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. والاكس والواي بتاعته برضو زي ما احنا اتفقنا ان هو. انا بزيد بواحد. وبجي كده بزيد بواحد. الهي الواي بزادت بواحد وهنا الاكس زادت بواحد. فبالتاني يبقى عندي الناحيان دي اكس زائد واحد وواي زائد واحد. طبعا يعني اا اكس واي وزد يعني اكس واي عنضرات طبعية. او رسمي بيانية. طب ادي اجونال بغض النزر عن عن بتاعتي عاملة ازاي? او خلينا بس نركز في نوب للفكرة ازاي? دكتور هجام بيقول. اااااااا قال لك لأ انا في المرة اللي فاتت انا قلت الله اربع بتوعي اللي هما دول. فقال لك لأ انا هاخد اللي هما الكروس. هشتغل عليه. لان حاجات الايه? السيلي. يعني كروس اسمه كروس صوت. ماشي? بعد ما خلص بقى من النيبرهود والريليشن وعلاقة البيكسل ببعض قد ايه وان البيكسل ده جنب البيكسل ده وكده جيه هنا قال لك ان في حاجة اسمها الكنكتيفتي الكنكتيفتي دي معرفش انا يعني في منها اكتر من وقال ان هي ملخصها ان في بيكسل كونكتد ببعض متصلين جنب بعض البيكسل دي جنب البيكسل دي الجنب البيكسل دي ده كل الفكرة ان هما متصلين موضوع بسيط ويا رب يكون بسيط ان شاء الله وكون العري توقعتها الصودية واؤك ان في اربعة الاربع الكنكتيفتي ده قول اللي هما زي ما احنا عارفين فوق ان الاربع النيبرهود ومم متصلين ببعض وفي تمانية وفي ميكست كونكتب يعني بطريقة مختلفة او زي ما انت عايز تربطها فوق. الادجيسن سي جي قالك انا بكل بساطة انا عندي جران. ده جاري. انا عندي مجموعة من اللون. جرهم نوع تاني. زي ما قالك كده قالك دي مجموعة بيكسل مسلا. تعالوا نشوفها على الفوتشوب هتتعمل ازاي. تعالوا نختار مجموعة من البيكسل يبقى واضح فيهم ان هما جران فعلا. ده لون اختار ده. درجة اللون البيج دي مسلا. تمام? درجة اللون دي. هي جار لدرجة لون تانية اغمق منها. هي مش بيج هو يعني ممكن نقول عليه مسلا لون غامق وخلاص. لون الفاتح ده جار جانبه على طول اللون التاني الغامق. فبالتالي هو في في قرب. درجة بقى جيه هنا قال ان احنا ممكن نعرف نوع بتاعنا زي ما بنعرف فوق الجراني. لو تلاحظوا ده كده متواصل بواحد. ممكن ساعات يبقى متواصل باربعة وبتمانية وبايم ده بيعتمد على طريقة الاتصال او اللي ما بينه. بنتنين متواصلين مع بعض ازاي? النقطة دي. جاء لك طيب. انا دلوقتي علشان كده انا بتكلم على اتنين قريبين من بعض وجنبه بعد ايه. طب افرد انا عندي نقطتين بعاد عن بعض. بيكسل. انا عايز البيكسل ده لون. والده لون شبه. بس اللي اتنين مش قد بعض. او اللي اتنين مش متواصلين مش ولا هما اساسا كونكتيفتي لان هم مش متواصلين في حاجة بتفصل ما بينه. طب. الطريق من اول البيكسل ده مسلا لحد البيكسل التاني ده. الطريق ده. ده اللي اسمه الباث. الباث. ليه اسم الباث? عشان انا اوصل من هنا للبيكسل التاني ده بامشي مسلا ممكن امشي كده. ممكن امشي كده على طول. لو تلاحظوا ان عشان همشي كده مسلا. عشان همشي كده. ممكن همشي اربعة مسلا. اربعة اربعة نيبرو. كده هو. طب انا مسلا عايز امشي. ماشي عالجانب اواخد السامبوكسات زي ما بيقوله يعني. الابادات دي ايه? ده الباس. مجرد اللي هو بيقول عليه ان عشان اوصل من النقطة البي للنقطة كيو انا عندي بمشي. وبرضو اربعة باس او درجة القرب ما بينهم. ان البيكسل ده قريب من البيكسل التاني ولا لأ? هتلاحظوا هنا هنا عند الادجيسنسي. هنيجي تحت هنقول يعني ايه بقى? قال لك ان الريجون ده اساسا بكل بساطة انا عندي مجموعة لون. مجموعة لون متصلين. زي دول. ده كده المنطقة دي مجموعة الالوان متقربة البعض او دي. وكنكتت ببعض. مجموعة الالوان التانية دي كنكتت ببعض. فدي ريجون دي منطقة ودي منطقة تانية خالص. تمام? قال لك ان هي الريجون اللي عندها واحد او اكسر مش جوه المنطقة بتاعتي. مش جوه المنطقة الار. يعني انا عندي المنطقة دي. تمام? وعندي المنطقة التانية. البيكسل ده او عمود البيكسل ده. هو ده البيكسل اللي متصل به من ناحية اليمين مسلا. ريجون تانية خالص غير الريجون اللي هو فيها. فبالتالي دي بقت الحدود بتاعت او بتاعت الايه? بتاعت الريجون دي. وان الباوندري ده هو الحدود بتاعت الريجون دي. عشان متصل به واحد او اكسر من النيبرهود اللي هي ار نوت ان ايه? الريجون بتاعته. طب يعني ايه اج? قال لك الاج ده بكسل ذات اكسيد يعني ايه بقى? يعني انا ماشي كده في امان الله مسلا ان اللون غامق 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 غامق. فجأة لقيت نفسي بقع في حفرة فتحة. يعني او يخلينا نبسطها كده عشان خطر يعني ايه? فده بقى حوايا. هو لو تلاحظوا حياة الجبل لون والصورة اللي ورا لون تاني. انا بقى ماشي كده يعني لون الغامق فجأة لقيت لون تاني. الاختلاف ده عشان خطر بقى زي ما قلناك انهو. الفاليو هتكسيد البرزنط شير شولد. البرزنط شير شولد او او تري شولد ده سوري معلش في اللانجوش. بس انا يعني اهم حاجة جنوب للفكرة. عشان انا بحاول اعمل دابل ليهل عشان اخارف ان اتأخرت عليكم في الفيديو ده. فزي ما قلنا فده ان انا دي الحواف بتاعتي. فانا من هنا بالحواف دي. طيب. خلو باكل كده الحواف دي لان انا بشتغل عليها بعد كده. بعرف ان ان من ضمن الحواف دي. تمام? بعرف ان ده جبل. بعرف عمل له تريس. بعرف ان هو انا ماشي كده. اه في هنا اختلاف على طول. الاختلاف ده والحواف دي بعرف انها بعرف اعمل بعد كده للفيس. بعرف ان ده وش واحد وصورة انتهت بتاعته عند هنا. عند الحدود دي. فببدأ اشتغل عليه. وان يعني بتاعتها بقت موجودة. انا كده حددت العين. من هنا بعرف احدد اللي موجود جوا الصور. آآ قال لك بعد كده في حاجة اسمها المقياس بتاع المسافة. ده معنى تاني او ابسط خلينا نشوف. مقياس المسافة بالنقطتين. ده اللي انا عايز اوصله في مقياس المسافة. ان انا علشان اوصل من النقطة دي للنقطة التانية. محتاج قد ايه اللي هي المسافة. ومحتاج. وطبعا زي ما قلونا انه هو طول البات. عشان نوصل برضو عشان نفرق ما بينه وبين البات. الباس هو الممر العادي. يعني هو الطريق اللي انا بمشيه. طيب طول الطريق ده قد ايه? حسابها ازاي? هي دي فجي قال لك والله انا عندي ده القانون بتاعه. انا بمشي من النقطة دي للنقطة دي على طول. لو جينا نطبقها انه هتلاقوا انه ده بتاع الخط المستقيم. على طول من النقطة دي للنقطة دي. تعالوا بقى نشوف اللي هو الفور. لو جينا نبص للقانون ده كده. نلاقي بنقول ايه? ان الاكس ناقص الاكس. لو فكرنا كده عندي هنا مسلا ايه? اه 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 انا عندي مسلا حاجة مشيه كده. مشيه? طيب انا عندي زي ما هعرفين ده الاكس. وده الواي. هناك فقلك ان ده الاكس. وده الاس. هنقص مسلا الرقم ده اللي هو مسلا هنقول اتنين. ناقص خمسة. حسب القانون اللي هو مدهولي. انهو. اديني مسلا تلاتة. ناقص تلاتة ده. انا هجيب منه الابسلوت باليو بتاعته. الابسلوت باليو بتاعته هديني تلاتة. طيب انا معي تلاتة. فعلا مسلا نشوف الواي. بنفس المنطق ده. هنشوف الواي والتي. لو تلاحزوا كده ايه? الديستانس فور. مشي كده هو. ادي الاس الاول اسها. وبعد كده اس الواي اللي هو الارتفاع. ومشي كده. في اللي قابليه بقى. انا مشيت خط مستقيم مايل. في الدي فور قال لك لأ انا همشي الاول. وبعد كده اطلع الواي. تمام؟ تمام. اه طيب تعال بانشوف لها اكزامبل. لو تفتكروا برضه بتاعتنا. قال لك البيكسل وزي الديستانس. دي اربعة. الديستانس. الدي فور بتاعتي هي اقل من اوتسا وتنين. يعني اقل من اوتسا وتنين. ان انا علشان احصل على مسلا من الصفر. للواحد فانا عندي كام اه مش يعني انا عندي زي ما احنا عاشين كده اللي هو دي علامة اللي انا عندي فوقيها وعلى الجنبين. فوقيها وتحتيها وعلى الجنبين. دول. اه مش عارف ليه بقول عليها بس اه ادي كده ايه? دي كده واحدة. طب انا عشان اوصل للاتنين دي بقى. عشان اوصل للاتنين دي. انا عندي ادي كده اربعة. انا السنتر بتاعي السفر. عالجنبين وفوق وتحت. ادي كده واحد. اقف عند النقطة دي. وبعد كده اشوف الجنبين بتوعها. الجنبين بتوعها اغمت. اتنين واتنين. كده انا حصلت على الاتنين اللي موجودة. حصلت على البيكسل اللي فيه رقم اتنين. وفي نفس الوقت فوق وتحت حصلت على البيكسل اللي فوق رقم اتنين. والصفر كده كده معي. فبالتالي انا هنا اشتغلت على كام يعني مشيت كام بيكسل انا مشيت ان ده السنتر بتاعي. وروحت جاي طالع فوق وخليت ده السنتر واشتغلت برضو ان هو اربعة نيبر هود. اه اربعة نيبر. فبالتالي ان ادي اربعة عندي علشان احصل على المسافة ما بين الصفر ورقم اتنين. كانت يا اما. يا اما. لها المسافة نفسها. اما واحد. اما اتنين. فبالتالي قالك ان دي اربعة اقل من او تساوي الاتنين. يعني نشوف بقى لما يبقى عندنا دي تمانين. قلنا دي تمانين ان هو يمشي بفكري مختلف بتاع التمانية نيبر هود. فبالتالي ده القانون بتاعهم. هو بياخد الماكس ما بين الاتنين. عندها يسأل طب ليه الماكس ما بين الاتنين عشان نقول كده ولا كده هو باخد كل اللي حواليه اساسا. طيب نشوف بتاعه. قالك برضو ان هو اقل من او يساوي الاتنين. لان ادي الصفر مركز. بعد كده عندي تمانية اللي جنبه. هنتقل مسلا للواحد ده. وهاخد التمانية اللي جنبه. فبالتالي انا وصلت الاخر الصورة بانتقالين اتنين. او واحد بس لو انا كنت عايز الاصفار. فبالتالي بتاعتي لو نقطة عايز الوحيد. فبالتالي بتاعتي باتنين او اقل. بالاتنين او اقل منها. منت حركت حركتين. المسافة بتاعتي مشيت في بتاعي. فجي قالك هنا عندك الدي ام بقى. يعني انت برحتك بقى حط بقى ارقم زي ما انت عايز. فبالتالي انت تخيل وباس زي ما انت عايز. طبعا زي ما انت عايز. ففي المسال ده. جيه قال ان احنا عندنا ان واحد. في كذا في المسال ده. كيس الاولانية قالك في الشكل ده. فانا ادي ام بتاعتي ادي ايه? ادي ام بتاعتي هتلاقييني. واخد ان ده السنتر. فبالتالي هنتقل من ده. السنتر ده دايما طول عمره هنيعطيبه بصفر. فهنتقل منه. الواحد. تماما عشان امشي من هنا الهنا. من البيكسل ده للبيكسل ده. فبالتالي بروح الواحد. اتنين. فبالتالي بقت بتاعي كان? اتنين. المسافة اللي انا مشتها او الباس اتنين. اه الباس. طيب. هنا بقى انا انتقلت كم انتقال عشان اوصل لاخر النقطة. انتقلت او عشان الم الوحيد اللي معايا. اللي في فانتقلت ادي كده صفر وبعد كده واحد وبعد كده اتنين وبعد كده تلاتة. حد طبعا يسأل تبول طبعا انا ممكن خليهم اتنين ودي اقل ان انا اتوكل على الله واروح على طول. خير طرق زي ما بيقوله طرق المستقيمة. بس لا هو الفكرة ان انا عايز اللي موجودة. وزي ما قال لك هنا الشورت استباث. عشان خاطر الام الوحيد اللي موجودة. انا عايز اعرف هما يعني عندي كم واحد. عزا الامهم معايا. فلازم عشان عندي عليهم كلهم. اداني تلاتة. ليه عشان صفر واحد اتنين تلاتة. طيب الكيس رقم تلاتة. قال لك كل شوية بيزود واحد طبعا عشان امر عليه. واحد اتنين تلاتة. لا صفر واحد اتنين تلاتة. تلاتة برد. هنا خليهم كلهم محايت. فبقى صفر واحد اتنين تلاتة اربعة. اهو. من اربعة بتاعي. طيب وبعد كده قال لك بقى ايه? طيب انا مش ممكن البيكسل دي مش هي ارقام. لما هي ارقام انا ما هستفيد ايه بيها? يعني ممكن اعمل ايه فيها? قال لك ولا انت ممكن تعمل فيها حاجة كتيرة. ممكن تغير كل حاجة في الصورة من اولها الاخير. مدام رقم ممكن اطرحه. اغيره. مدام هطرح فيه. فبالتالي اللون نفسه هيتغير. فبالتالي قال لك ان في حاجة عندك اسمها تمام? آآ قال لك انا اخش في يعني عمليات خطية. ان انا باجمع مسلا رقمين على بعض. ده بيكسلين على بعض. يعني ايه باجمع بيكسلين? يعني باخد الارقام اللي جوه البيكسل. باجمعهم على بعض. طيب. جي بعد كده قال لك الاريزماتيك اوبريشن. حاجات المنطقية. ده طول عمليين فين الحاجات المنطقية زي ما احنا دراسينهم اللي هو الاند والاور والجيت واليه الاضافة عارفين جمع وطرح منطقي. طب ايه الفرق ما بينه ده معاضلة خطية. ده ده نقول لحدة طبعا بيكون لها شكل. آآ زي ما احنا شايفين اصل آآ شادد كوريكشن. دي حاجات لازم انت بس تكون مركز يعني في الصورة ودرجات اللون علشان خاطر تعرف ايه الفرق ما بينهم. يعني مسلا تعال نشوف الصورة دي. الصورة دي لو تلاحظوا ان دي بهتانة شوية عن دي. دي بهتانة شوية عن دي. ليه? علشان خاطر هنا في غمقان مش موجود في النقطة دي. هنا غامق وهنا لأ. هنا فاتح عن الغامق ده. لو تلاحظوا هي سبط. طيب. الناس هنا عملت ايه قال لك بكل بساطة ان الفاتح ده. انا هحط عليه من هنا فاتح لحد هنا غامق لير. فلما الغامق يجي مع الغامق يحصل عليه عملية معينة بتاعت الشادو. فالشادو او الضل اللي هنا ده. يتشال. فبالتالي ان الصورة بتاعتي تبقى متا وزنة. زي ما احنا شايفين هنا فبيض اوضح. من بدل من هنا غامق. بعد كده فاتح. قال لك او فاتح وغامق احطوهم عليه. فبالتالي اعمل عمليات على درجات اللون الموجودة بنفس الدرجة. فاصلح الصورة. هو ده الحوار كل. طبعا ملتيبليكيشن ااا زي ما احنا شايفين ان هو اخد جزء من الصورة. متا دي حاجة بتبقى زي كده. ان دي عندي اسود. صورة سودة. هحطها فوق كل ده وده ابيض. كل انا هطلبه منه ان نقول له لما الصورة درجة اللون اللي اسود ده مسلا قلنا بواحد. اا بصفر. الابيض ده مسلا بواحد. فبالتالي هتحط فوق الصورة دي. فهيخلي درجة السفر اي رقم هنا هيخليه بصفر. والرقم اللي هو النقطة اللي هي الهين البيضة. اللي هي عندي بواحد. لما تتحط فوق دي. هاخد الرقم ده. يعني زي ما بنقول يعني. فبالتالي طلعت لنا بقنا نقص الصورة ونعرف زي ما احنا عايزين. طيب. طيب. الله انا ممكن مدام عندي. مدام زي ما قلنا بقى مدام عرفنا نحدد اماكن وريجون واج. وبعرف حدد ارقام. فبالتالي انا بعرف هاخد كل حتة على بعض. كل حتة بقى ممكن اعمل لها يونيون والتحاد. يعني ارقام وبيتتحدوا مع بعض او يعني انترسكشن. فاهمين? مدام خلاص تقلبت الرياضة بتطبق عليها اي قوانين الرياضة العادية جدا. فادا لك المكامل. انا احطت ده. ودي مكمل بتاعها. احط الاتنين على بعض. وده الفروق اللي طالعك. بكل بساطة. معلش هي دي الان والنور والجيك. اهي. عادي جدا مدام ارقام مدام خلاص حولت الصورة وفي امتهى من هي رقم بشتغل عليه جميع الحاجات اللي فيها ارقام. بس اهي ارقام عادي جدا. اهي بيكسلز جنب بعض. بحولهم بقى ان البيكسل ده ام جاي محاول بتاعه مسلا. ام جاي محاول ترانز اكشن. فاهمين? بقى موضوع يعني يعني ارجو ان هو يكون وصل وارجو انه يبقى بسيط. ده تلاتة. وده الفكتور اه ده الفكتور اوبريشن. اه ده التسجيل. ده هو خد الصورة وعمل لها العمليات اللي هنا. اتقلبت. معدلها تاني. مصلح البكسل بتاعتها. لان هو هنا شافة ان هي مقلوبة. فبالتالي عمل لها عملية عكسية. فرجعها تاني تكون سليمة. وده الفروق اللي ضعت منها. اه ده هنا بيقول ان في حاجة اسمها الفكتور عبره ان. طيب وده في المحاضرة الدكتور قال ان ام 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 a ترانز فورم دمين ده او الجزء ده من المعادلة دي ما شرح وش. سابو. ايه تاني? ايش. اه لو كنتراست والميديم كنتراست والهاي كنتراست. الكنتراست عمتا هنشوفه في المحاضرة الجاية. تعالوا اه نخش على اربعة. اربعة دي بصراحة. انا حبيبها جدا. ونقدر نبدأ يعني نحسس نفسينا ان احنا هنبدأ شرح من جديد نقول باسم الله وصلاة والسلام على رسول الله. ومنقدم خير بيدايلة. وطبعا انت عارفين الكلام اللي بتقال في اول كل محاضرة. بس بجد الفضل من عندي ربنا لو قدر تواصل حاجة ولو في عيب او تقصير فهو مني او من الشيطان. طيب اهداف اربعة دي ايه? قال لي والله العظيم ان انا اهداف الليكتشر اربعة دي ان ابدأ اعمل او اساليب اللي انا بس عايز اوضح اساليب التعديل اللي بتحصل على الامج. وانا بعدل صورة. وانا بعدل صورة ايه? اساليب التعديل بتاعتي. يا طرى ممكن اعمل ايه على الصورة او او دي مسلا بعض من الحاجات اللي الناس وصلت لها هني هتقدر تعمل تعديلات عليها. وهحاول افضل المستطاع ان اطبق ده على الفوتوشوب عملي بقى. يعني نشوف التعديلات دي فين. لكن في حاجة اسمها والفريقونسي دومين. اه. الاسبيشال دومين. هلو بس طلع الورقة. الاسبيشال دومين ده ملخصه ان هو اجراء عمليات مباشرة على نطاق محدد وهو الغرض من هذي السلايب اساسا. يعني ايه بقى? مش فيه. الاسبيشال دومين دي هنا قالك. مشي ده نفس الاسبيشال دومين الاخر انا عندي يعني. عندي صورة اهي. واخد الني بتاعدي. صورة. بقى مجاي تطبع عليها دلة. دلة او معادلة. تنتج لي صورة جديدة. سميها مسنا. عندي صورة دخلة. بعمل عليها عملية. تنتج لي صورة تانية. والسبيشال دومين خلينا نقرأ سبيشال دومين هيريفيرز تو زا اجريجيت للبيكسل كومبوزينج ان امج كومبوزينج يعني بدمج او بجنريت صورة جديدة انج الاسبيشال دومين مثل ار بروسيديورز اجراءات ذات او بريت دايريكتلي انزيز بيكسل يعني انا من الاخر باخد زي ما قلنا كده عملية مباشرة على البيكسل دي على مجموعة البيكسل دي اللي هي ممكن تبقى مجموعة البيكسل دي صورة جزء من الصورة براحتي اا وقال لك الفريكوانسي دومين هو ايه ان هي ليها معادلة هنا ان انا باخد التردد وبطبق المعادلة دي بنفس المنطق بتاع الاكس والواي لصورة ماشي ودي صورة تانية باخد منها التردد فريكوانسي اللي هو التكرار او تردد بالعام وانا شرح فريكوانسي دا تاني قدامي طيب هنا قال لك الانهانسمنت باي بوينت بروسسنج الانهانسمنت باي بوينت بروسسنج يعني اخنا انا بمسك نقطة برضو هقصل على الفكرة هو كلام بيعيد نفسه هو بس ايه اشكال مختلفة كلام بيعيد نفسه ازاي ان هي من الاخر رقم جوة صورة جوة 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 بيكسل هعمل عليه عمليات معينة فهنا قال لك ان العمليات اللي انا بعملها او اللي بحسنها على الصورة عشان تطلع لي بالشكل اللي انا عايزه في حاجة اسمها اه هنا بس قال ان البروسسنج دي هي معتمدة على كسافة البيكسل الواحد يعني ايه كسافة البيكسل الواحد يعني بتاعه طب يعني ايه احنا مش لسه قلين من خمس دقايق ان الصورة مكونة من درجات من زي الريد مسلا شفت ده درجات تعالى نشوف مسلا الصورة دي هتلاحظوا عشان اسا مش مختارين اي حاجة او لون ابيض هي ريد جرين بلو اني اجي اختار مسلا الدرجة دي الدرجة دي هو اخدها من الريد والجرين بلو بتاعصورة الاساسية ما اخدش الريد بس الريد بس فيها ماتين اربعة واربعين لاني هفتحة قوي تعالى نشوف الالغامق هتلاقي درجاته اقل لاكيد اهو خمسة وتسعين خمسة وتسعين درجة زي ما قلنا ان لو حبينا نتدخل رقم اكتر من الخمسة المتين ستة وخمسين هيرفض هيقول اني اقصى حاجة عندي متين خمسة وخمسين وبما اني ببدأ من السفر يعني درجات بتاعتي هي من سفر لمتين خمسة وخمسين يعني العدد بتاعها متين ستة وخمسين. تمام? طيب. طبعا الرقم ده انتج منين عشان الصورة دي لو تلاحزوا كده تمانية بت. تمانية بت يعني ايه? يعني مش تمن بنات جنب بعض لا. تمانية بت يعني اه اتنين قص تمانية. اتنين قص تمانية طبعا انتو عارفين بكام ودونين. نبدأ بقى نتخش على بعض العمليات اللي بتتم او التعديلات اللي بتتم على نقطة. النقطة يعني بكسل. قالك ان في عاجة اسمها دخل كده جوة او قالك اهو دوت الفنكشن او دي من الاخر صورة. صورة لها اكس واي. طبعا صورة اكس واي يعني ايه? يعني انا بشتغل على البيكسل بكسل ثم بكسل ثم بكسل ثم اللي وراه ثم اللي وراه بدي اعمل عليه عمليات. ما بشتغلش عليها كصورة واحدة. بشتغل بكسل بكسل. متلاب شغال كده. بشتغل بكسل بكسل. آآ هنا مسلا بيقول ان اه وعملت عليها عملية. على فكرة ده القانون العام. يعني ده القانون اللي هتقبله في ايه حاجة. وده القانون اللي الدكتور شرح بيه اللي فات. ان هو بدأ اديك صورة. وبدأ اديك صورة تانية ويقولك ايه القانون ده. يعني ده نعمل بي ايه? ماشي. فبالتالي انا عندي الامج بتاعتي. معلش انا فصلت الفيديو بيه. عشان خاطر. مهم. فبالتالي دي هي الابريتور اللي انا هشتغل عليه. او هو الشيء اللي انا هبدأ اغيره على البيكسل اللي موجود على الدرجة اللي موجودة. هطرح اناقض زي ما انا عايز. طيب. وقال لك ان اكتر الاسبيشال دومين انهانس منت اوبريشنز كان بي نعم بتتقلل للشكل ده. يعني زي ما قلنا ان ده برضو القانون العيني. او الشكل العيني. اه اه. فهنا ده زي ما قلنا ان طبعا ما نفاشل. اه ام طيب ايه هو البيكسل نفسي. فبالتالي قال لك بدل ما اخدوا الصورة نفسها نفس اللي احنا قلنا فوق. ان الصورة نفسها ايه? قال لك لا انا مش هاخد طبعا صورة كاملة انا هاخد بس بيكسل بيكسل. فبسط القانون لفوق للقانون اللي تعود. ماشي? طيب. وقال لك طبعا دي درجة يعني ايه درجة يعني البيكسل اللي موجود عندي. هو انهي درجة ماشي من درجات اللي احمر او من درجات البيكسل اللي انا موجود عليه لانا ببقافش على التلاتة جنبه بعض. انا بمشي مربع مربع او اهي او 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 اهي او او بلون. فبمشي مربع مربع. الدرجة دي مسلا درجة بتاعتي مية اتنين وعشرين. بس. آآ هنا والله يجي قال لك ان انت عندك من صفر. للل ناقص واحد. يعني ايه اللي ناقص واحد. يعني احنا قلنا من شوية ان احنا شغالين تمانية بيت. فبالتالي من صفر لمتين خمسة وخمسين. اللي هو اتنين قص تمانية دوت الل. ناقص الواحد. عشان خطر السفر. ده الدرجات بتاعتي. دي درجة الكسافة بتاعتي. زي ما قلنا من صفر متين خمسة وخمسين. طب والله معظيم فيه انو فيه اوقات تانية. انا بشتغل مسلا بينري. عادي يعني انا كل الاولين عندي صفر وواحد. يا غامق يا فتح. يا غامق يا فتح. يعني يا بيض يا صفر. فبالتالي هيبقى القانون ده هيبقى اعلى درجة عندي اللي هو الاتنين. ماقص واحد بواحد. ماقص اللون اللي جوه البيكسل. تعالوا مسلا نفسر الموضوع ده عامل ازاي? فبالتالي تعالوا ناخده بآلة حزبة. عشان خاطر نكون فاهمين عامل ده. آآ قلنا ان ال 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 متين خمسة وخمسين. متين خمسة وخمسين. اولا يعني ايه عشان بس الناتج اللي يطلع نبقى عارفين. يعني ان الصورة جيه عكسها. يعني ايه عكسها برضو انا مش فيه. آآ بكل بساطة عندنا اللون الصور دي. ماشي? لو انا عايز اجيب النتج بتاع توتشوب بعمل كده. ده عكس الصورة. يعني ان النيجاتف عندي لو عندي الابيض يبقى اسود. لو عندي اسود فاتح يبقى ابيض غامل. تفاهمين النيجاتف عامل ازاي? يعني لو واحد يبقى صفر. يعني لو متين خمسة وخمسين يبقى صفر. لان هي ناحية التانية. فانا كده همشي بالقانون اللي موجود عندي. اللي هو موجود هنا بيقول. ان ال ال اللي عندي بيه متين ستة وخمسين. متين ستة وخمسين ناقص واحد. اهو متين ستة وخمسين ناقص واحد. طيب القر اللي عندي بقى اللي جات مسلا. بتاعوا نطبقها عاملي. تعالوا ناخد الجزء اللي هو ده. اللي هو ده. واحد تمانية خمسة. انا عندي متين ستة وخمسين ده اللي هو اللي بتاعي متين ستة وخمسين ناقص واحد. ناقص واحد تمانية خمسة. ايه لا. تمانية خمسة. هيساوي كان واحد وسبعين. طيب تعال ندوس كنسل. ماشي. ونشوف الرقم ده يبقى اعمل ازاي. هو انا ثانية هي الرقم ده بزرط. كونترول اي. اهو. واحد واحد وسبعين. طيبت معنا واحد وسبعين. عادي هو طلعها سبعين. مش مشكلة يعني. مش 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 الواحد ده اللي هيفرق كتير. آآ فبالتالي انا قريدتكم اعملي يعني ايه ده مش ده 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 اه صحب. ده القانون وده تطبيق وعملي عالفوتشوب. طيب. جي هنا قال لك. نفس الكلام اللي احنا اقولناه برطا. الصفر هيبقى واحد والاحد هيبقى صفر. طيب. هنا ده المتلاب. ده قانون المتلاب. على فكرة ان ده نفس اللي موجود في المتلاب اللي مرفوع على يعني اللي رفعنا عجروب. اللي الدكتور قاعد يقول. طب انا مش فاهم الكود ده ماتلاب يعني. من الاخر هو هنا بيقوله عشان يبقى فاهمين كود المتلاب دي يعني ايميج. الاي امي دي يعني ايميج. فانا بقوله ايميج ريد. وده الادرس بتاع الامج. التف دي اللي هي ايه? بتاع الامج. فهو كده المتلاب راح للصورة وقراها عنده ودخلها جوا اي. وبعد كده بقوله ايميج شو. الاي. وبعد كده هيورهولي. هو كده اعمال شو. بس معماش اي حاجة. يعني فتح لي نافذة تانية فيها الصورة. طيب. الجي بقى اللي هو هيساوي الامج كومبيليمينت اللي هو المكمل او الامج نيجاتيب. ما ده قانون الكمبيليمينت? يعني ده قانون مكمل للصورة. واحدة يبقى صفر. صفر يبقى واحد. نيجاتيب. وبعد كده بقوله بيفتح الامج. تمام? بيفتح الامج اللي هو الشو العرض بتاعها. وبيورين الجي. فعشان كده في العلمات لاب لو كتبت الكود ده هيزهر لك الامج اللي هي دي. وهيزهر لك بتاعها اللي هو الجي اللي احنا دخلناه جوه الجي. اهو. وفتح الفجر اول 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 عايزين نقول عليه اللي بتعمل لها بوبا. طيب. ده قال لك الكنتراست. طيب. ده قانون الكنتراست. طبعا هتطبقوه بكل بساطة. ده الكنتراست. يعني الكنتراست. تعال نشوف ايه? اعملي بقى. هنشوف يعني ده نفتح كده في الفوتشوب. ويبقى عندنا الكنتراست. ادي الكنتراست. بصوا كده تغييرات الصورة. حاسين معايا ان ده اقل كونتراست. يعني حاجات بتاعتها مش اه ما فيهاش الوضوح او درجات اللون نفسها تحسها قريبا من بعض. كده تحس ان لا درجات اللون فيها اختلاف. يعني نستخدم اقوى مسلا. كده قريبا من بعضها. كده من كتر الفرق بقت قسمة بيكسل وقسمة شراحة وقسمة براحتها. فده الكنتراست. عمليات بعملها على الصورة علشان خاطر او على درجات اللون علشان خاطر تختلف بالدرجات اللي احنا شايفين هدين. وده القانون بتاعه برضو. ده ايمج ريد. وده ايمج تو دابل هياخد الدرجات اللون اللي هي من واحدة اللي هي من صفر المتين خمسة وخمسين ويحولها للدبل. تمام? نوع متلا بيبقى من صفر الواحد وشوية او من صفر الواحد يعني بيحولها للدبل ااااااااااا ودخلناها جوالفريا بلده. وده جاب المين او المتواصل بتاعه. وده الاولين. اللي هو المين نفس القانوني لفوق ولكن غير بس الاربعة وخمسة وعشر نفس القانون اللي فوق ده ده البيكسل وده المين المتوسط بتاع الصور يعني جاب كل الاركام اللي موجودة عندنا في الصورة وجاب المتوسط بتاعها احصى عادي جدا والاي دي هو اللي قاعد يغير فيها فبالتالي طلعت معنا درجات اللون مختلفة وبعد كده قال لك شو الصورة الاساسية اللي احنا حاولناها بعد كده قال لك شو الصورة اللي بقيت لها الدنيا لو رقم واحد والكنتراست رقم اتنين والكنتراست رقم ثلاثة فبالتالي طلعت مختلف معنا درجة فيها اختلافات ده 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 كود المتلاق مشي ده طبقه في اكتر يعني طبق كزا درجة فبعد تالي درجات الالوان او ده القانون وده الايه فبالتالي الانحناءات دي هو الناتج اللي طلع او الاركام اللي طلعت من المعادلة دي تلاحظوا هي برضو اركامه معادلة ودي مجرد احصى او مجرد يعني دراسة بس الدرجات اللي هنا عاملة ازاي مع اختلاف الايه فيها طبق ده قال لك يعني ايه يعني ايه يعني انا وانا ماشي في الصورة من اول الصفر لمتين خمسة وخمسين او الال ناقص واحد باخد درجة واحدة منهم او باخد مسلا من الدرجة من مية وسبعين لمية وتمانين وبعليها قوي بعليها بخلي الدرجة الوضوح فيها عالية بخليها مسلا ميتين او بخليها تلتمية الدرجة دي او كل الرنج ما بين الايه والبي وتفر الرقم اللي هو بين الصفر ومتين خمسة وخمسين بعليه جدا برفعه الفوق بدل ما هو ماشي كده لأ انا بعليه جدا او بدل ما هو من صفر ميتين خمسة وخمسين طلع كده لأ انا باخد دولت وبغير درجات البيكسل اللي فيهم عشان تعليه قوي كده فبالتالي بيبقى عندي حاجات اوضحة فبالتالي الصورة دي كده انا خدت هنا في المسال ده زي ما احنا شايفين انا هنا خدت لون الرصاصي ده وروح تجاي معاليه قوي ومقلل الباقي معاليه فبدل ما هو بقى رصاصي كده الدرجة دي كده بدل ما كانت خفيفة وجنبها درجة تانية شبهة انا علتها قوي فلما علتها بقت واضحة فقدرت ابص لتفاصيل الصورة ارجو تكون واضحة ده البت ان بدل ما انا ببص لو تلاحظوا احنا هنا ايه من بص كان اتنين قص تمانية هتساوي متين خمسة وخمسين كل شغلنا في على المتين خمسة وخمسين اللي هي خارج او متين ستة وخمسين اه هنا بقى في البت اه بلين سلايسنج قال لك انا مش هبص على المتين خمسة وخمسين او المتين ستة وخمسين لأ انا هبص على التمانية تمام? وده اللي انا هشتغل عليه يعني ايه? تعالوا كده نشوف زي ما احنا قلنا هما متين اتنين قص تمانية هتساوي متين خمسة وستين الاول ده اللي احنا كنا شغلين عليه قال لك لأ انا هلعب هنا بقى هيبقى الحاجة للنتج بتاعها اتنين قص مسلا تلاتة انا هخدها وافصلها يعني اتراحزوا ده كده تمانية فانا عندي تمن درجات في الاساس يعني في القصة اصدقى فانا هاخد رقم تلاتة دي وابدأ اشتغل عليه هو ده تمام? هدي كده اربعة خمسة ونبدأ نقول تاني بسم الله والسلام على رسول الله. ارجو ان يكون الدروس اللي فاتت او الوقت اللي فات رغم ان هو طويل بس هو اضح كتير. وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي كمان يكون اسهل. لان هو فعلا اسهل. اللي خلاص انا سيبت كده خلاص راحنا البيزيك وشرحنا الانهانس منت البوينت بروسيسنج. هنشتغل على الهيستجرام. طيب يعني ايه الهيستجرام? طب انا دلوقتي عملت صور على الصورة يعني شغل على الصورة وعملت كل حاجة. يعني ايه الهيستجرام? من الاخر هو رسم رسم بياني لعدد تكرار الايه? البيكسل. النوع بيعمل ايه يعني? شفت رسم البياني ده? لكن الايه? اتكررت اربع مرات. فبالتالي اللون اللي عندي رقم صفر. البيكسل اللي فيه درجة صفر او بيحمل صفر. متكرر عندي كام مرة? هو ده الهيستجرام هو ده الرسم البياني بتاعه. طب تعالي نشوف على الفوتشوب. بمعنة تاني بياخد بيكسل بيكسل. وبشوف مسلا الدرجة دي اللي هي عندي متين اربعة وخمسين. تمام? اتكررت ادي كده رقم واحد. ادي كده رقم اتنين. متين خمسة اتنين وخمسين ادي كده كرارة واحد. متين تتاتة وخمسين كرارة مرتين. متين اتنين وخمسين كتت واحد. متين خمسة وخمسين ادي كده اول مرة تزهر. طب بالتالي بدأ يعني بيبدأ يعدهم. متين خمسة وخمسين كرارة رقم تاني مرة. طب يعني ما فهمتش. طب هو منظروا عامل ايه تاني? منظروا عامل ايه تاني ده? هنشوفها دلوقتي. هنشوهه في الهيستجرام. الهيستجرام. ده هيستجرام الصورة. خلينا نقبل نحاول نقبل. برو? ايه معلمش هستكبر ولا ايه? طيب. ده عندنا ده المتوسط. ده للدرجات اللي نتواصلها هي ارقام في الاول والاخر. فبتالي بدش تعمل عليها. وده عدد البيكسل اللي موجودة. وده الماديون. وده الهيستجرام بتاعي. ده يا جميع الالوان. انا هختار مسلا الارو الجي بي والجريم. فبالتالي يقول لك ان من امسلا ده الصفر لمتين خمسة وخمسين. هو كده معناه ان عدد تكرار الحاجة اللون الاسود هنا ولاي القوي. واللون اللي هو مسلا مش اسود بني رصاصي متكرر اه بدرجة حلو. ويبدأ تكراره يزيد مع الدرجات الفتحة. هنشوف في الرد مسلا الواحده. الرد الواحده متكرر يعني الرد اللون الفاتح اللي هو الاقرب للمتين خمسة وخمسين. او لو تلاحظوا بص هو هنا كل ما يجي. بيجيب لي وبيجيب لي العدد بتاعه ويجيب لي ايه? اه البتاع اللون اللي هو درجته متين اتنين وعشرين زي ما احنا شايفين هنا. او متين وخمستاشر. تمام? متكرر الف سبعمية. الف سبعمية. لأ. ده سبعتاشر الف تمنمية اتين واربعين. من كام بيكسل? من عدد البيكسل الكتير اللي موجود ده. من عدد البيكسل الكتير اللي موجود ده. فبالتالي انا بجيب الكون بتاعه. طيب. اه ده الكون بتاع الجري ليفل في اللون الاحمر اللي موجود يعني طب تعالوا نشوف الجرين. الجرين بص عالي بقى شغالي يعني عايز قولك ان عدد التكرار اللي في شكله كتير. البلو. البلو ما فيهوش فاتح قوي. والغمق اللي فيه. ما فيش. طبعا عرفت من ان ده فاتح وده غامق. ان انا عندي نداء صفر. او ده واحدة اتنين. ده عدد اقل. وكل شوية الليفل بتاعي بيزيد. فهو من صفر لمتين خمسة وخمسين. بيفضل يمشي كده وبوص بيزيد. الليفل مسلا رقم ميتين دلوقتي. ده ملخصه في ثانية دي. طيب. هنا برضو قاعد يقول لك ان عشان الصورة دي غمقه فالتالي النحية دي. يعني بقى مبلاش كلمة بس يعني فبالتالي مع بعضين يعني. ماشي? طيب. فده الغامق عشان خاطم دي الوان فتحة فبالتالي اغلبية يعني بقى موجود للنحية دي. طيب. ده عنده عشان فيه قليل. فبالتالي بتاعتي محصورة هنا. طيب. ده فبالتالي بتاعي واخد من الاول للاخر. طيب. قالك ان انا عندي حاجة اسمها الاستجرام اا اكواليزيشن. اكواليزيشن ان انا بخلي توزع بالطريقة دي. يعني بدلا ما هو كده بوزعه درجات اللون بالطريقة دي. طب الماتش. زي ما انا عايز. بيبا ماتش بيه اللي انا عايزه. ماشي. وده طبعا مسال من الاكواليزيشن. طيب. هنا بقى جيه قالك ايه? عندي حاجة اسمها الموتونيكالي انكريزينغ فانكش المنتال ده اللي هي بتزيد. اللي هو انا عندي مسلا البكسل ده. لما يعدي. على الفانكشن او الدلة اللي انا حاطتها يشتغل عليها. الرقم دا لما ييجي. انا بخاليه زيب او يقدر زي ما هو ايه? سابت. اي ما بيزيد ؟ ايما سابت. ما بقللش. فده اللي هو الرقم ما بقللش يعني ايه؟ ما بقللش. اللي مسلا. عنا عليrun سبعين ممكن ازوده المية وتمانين او اسيبه زيبهم سبعين مرغب معنا. يعني ما غيروش. طيب. اه قالك اه تاعت الهيستو جرام بروسسنج فونكشن. مونوتونيك ليه متزايدة. او ان البكسل بتاعي الجديد. يا ما بينحصر ما بين الصفر والواحد. الصفر ده يعني الهيستو جرام من تحت. الواحد اللي هو الاخر. نسبته قد ايه? يعني عدد تكراره بالنسبة للايه? الرسم باني. بالنسبة للباني. او الصفر للار. او الصفر اقل من او تساوي الار اللي هي البيكسل اللي جاي حسب اللون اللي جاي لي. الواحد. الهيستو جرام ده القانون بتاعه. وانا بيني بينكم مش عارف القانون ده علينا ولا لأ? بس واحنا بنحل ان شاء الله هيبقى هيوضح يعني انه هتاجه. طيب ده المثال بقى اللي ايه? اللي هنشوفه مع بعض. انا عندي زي ما قلنا البيكسل. البيكسل جواها رقم عشرين وجواها رقم خمسة وخمسة وعشرين وعشرين وخمسداشر. من صفر الميتين خمسة وخمسين فبتلق اي رقم قدامي. او حسب ما تحتويه البيكسل يعني. فقالك ان الكسافة بتاعته. الكسافة بتاعته. ما بين الصفر والسبعة. طبعا انا مش فاهم يعني ايه من صفر لسبعة. سوري. آآ تاني. دي الكسافة من صفر والسبعة. اللي هي زي ما قلنا بتاعته الخمسة وخمسين في تمانية بت. طبعا من صفر لسبعة آآ ممكن يبقى من صفر الميتين خمسة وخمسين. ممكن يبقى من صفر لأي حاجة حسب البيت قريه اللي انا مش بيه. او مش البيت قريه. حسب البيت اللي انا شغال عليه. طبعا من صفر السماء. عدد تكرار. اللي كسافتها او هي في بتاعها. صفر عددهم عشرين. وعدد تكرار اللي هم واحد. اللي كسافتهم واحد. خمسة. ده نفس اللي احنا قلناه فوق. يعني. واتنين خمسة عشرين. ده نفس اللي احنا قلناه فوق. الهيستجرام ده تكمله برضو. ده نفس السؤال. وقالك ان التوتل بتاع العدد بتاعي عشر. قالك انا عايز اجيب الاكيوميولاتيو للبي. بمعنى انا عايز اجيب المتاعة تراكمي. تراكمي يعني بيتراكم على بعض. تراكمي يعني بتراكم على بعضه ازاي ان انا باخد العشرين. على المية كلهم وبعرف نسبتهم قد ايه? وباخد العشرين زائد الخمسة بيبقى خمسة وعشرين. ونسبتهم قد ايه من المية اكيد خمسة وعشرين في المية. وبجيب الخمسة وعشرين زائد خمسة وعشرين بيبقى نص في المية. وبفضل فغال كده. لحد ما في الاخر خالص يدفع لي الواحد. ده احسن. نفس اللي ظهر عندي فوق. ده الاكيوميولاتيو. ده الاكيوميولاتيو. وقال لي والله ان ده الاوتبوت بتاعي. ده الناتج الخارج. انا عندي السبعة. السبعة دي هضربها. في الاكيوميولاتيو. هيطلع لي رقم. هبسطو. اجيب يعني بمعنى تاني انا عندي هو ايه تفتلع لي باتنين. اتنين من مية. اتنين من مية في السبعة دي. هيساوي اللي هو اعلى عندي او اعلى عندي. هيساوي طبعا جزء من السبعة. الجزء ده اللي هو بيساوي واحد بوينت اربعة. الواحد بوينت اربعة ده. لما قربوها يطلع لي بواحد. ودوت لما قربوها يطلع لي باتنين. فبفضل اشتغل كده. حد يقول لنا ما هنا في تكرار اقوله طبعا. خاطر دي بعد تقريب هتبقى بستة والرقم ستة بوينت ستة جامعة تقريب هاي بقى بستة. طيب حد تاني رجعنا للهستو جرام وفوق الايه يعني ايه لكن بحاول الرقم ده او الرسم البياني ده لعدد تكرار اللون اللي جوه البيكسل بعد تكرار لنفس اللون هحاوله لشكل مختلف. فده اللي حصل. ان انا طبعا مشيت عليه ووزعت بتكرار مختلف زي اللي هي. ام شفتوا كله احنا قلنا فوق ده هو هو بس الفرق ان انا بيبقى عندي مربع بس اميه الويندوز بتاعتي. المربع ده. هقضي احسب العمليات اللي عليها واجيب متوسط القيمة بتاعته. وبعد كده اغير الناتج اللي موجود في المربع ده. بغير الناتج بتاعه. ماشي. للصورة في الصورة الايه الجديدة. وبعد كده بنقل المربع ده او الويندوز ده. لايه? مختلف. طيب يعني ايه? شفتوا المربع الكبير ده. ده الويندوز بتاعتي. انا كل شغلي عليه اللي هو على رقم اتنين. بجيب المتوسط وبجيب القانون بتاعي. وبقى مجاي معوض برقم اتنين. وانتقل وامشي خطوة تانية. فيبقى النص بتاعي رقم تلاتة. هو يبقى المربع من اول اربعة لاتنين. سبعة اتنين. كده اهو. والنص هو ده اللي يبقى تلاتة. وده القانون اللي انا اخترته ان انا امشي بيه. فلما اجي اعوض بيه واخد ان البي مسلا الاي باتنين والجي. الاي الجي اللي هو مسلا هنبدأ بصفر وصفر فيبقى اتنين. وبالتالي واحد وصفر. هيبقى رقم اربعة. واعوض عليه بالقانون واجيب بتاعهم. هيطلع لي الناتج المربع بتاعي اهو ده الويندوز. وده ما كان رقم اتنين. بقيت اربعة بوينت تلاتة. طيب. اللي بيقوله هنا هو هو نفس الموضوع. ان ده الفريم او الويندوز بتاعتي. وده الرفرنس. البوينت ده اللي انا هشتغل عليها وشغل عليها بفعلا. تمام? وده جزء من الصورة فقالك هو اه اه ساب اميج. وده بتاعي. واخد المعادلات دي او اخد البكسل زدول بس. طيب بقى او مثال يعني ايه? بنفس الطريقة. يعني ايه? هم بس شايفهم مربعات ويندوز. وطبق قانون. طلع معين. وان شاء الله هنحل الكلام ده عملي اكتر. نشوف اسئلة بقى الاستاذ. هو يقصد ايه من كل الكلام واللي احنا كنا بنتكلم فيه ده والشرح اللي احنا بنوصله للناس. طيب الفلتر نفسه في كزا نوع. اللو باس. والهاي بقى. قال لك اللو باس اللي هو سموزينج والنويز ريموبين. طيب. هنشوف بقى يعني ايه? هو بس عملي بقى. او يعني ايه? سموز ونويز ريموبين. هنشوف كده. انا عندي الصورة ايه. فلتر. ده طبعا فلتر من الفلترهات. نويز. النيز. هحاول اشيل النيز عندي. طيب. وانا بشيل النيز هنا. عارف اتلاحظ ولا لا? ان الصورة بقت سموز. بتحسيها بقت ممسوحة. او نعمة. كده التفاصيل بدأت توضح. يعني ايه? هو بالنسبة له نقط. هو نقط دي اللي هي بتاعتي. وده سؤال من اسئلة الدكتورة. الديتيلز دي. اللي انا شايفها قدامي. الديتيلز دي معناها ان في نقط عندي وفي اختلاف درجات اللون. طب انا عايز اشيل النيز اعمل ايه? فبالتالي بقرب درجات اللون من بعض. فلما بقرب درجات اللون من بعض تبقى بهتانة كده. تمام? طيب. ده لما اعمل لما انا بشيل النيز بيبقى حاجة اسمها سموز. ده اللي هو باث. طب والهاي باث اللي هو الشاربن او الاتج دي دكشن. الاتج دي دكشن احنا كلمنا عن الاتج قبل كده وقلنا ان الاتج اه منها بعرف اختار الابجكت اللي عندي. يعني ايه الشاربن? تعني نشوف مسلا فيلتر. الشاربن ده بعمل ازاي? شفتوا الشاربن عمل ازاي? تكبر قوي 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 التفاصيل بتاعتي. وعمل ايجيس وعمل فيه الفروق. بناحزة بص هنا. الغماءن ده. الغماءن اللي ظهر في الصورة ده. مش موجود ظهر. بناحزة بص بقى فيه اختلافات في جنب بعض. والريجون والباوندري والاتجيس اللي بقيت ظهرة عندي. كل الكلام ده بدأت استخدمه. بدأت اشتغل عليه. انا دلوقتي بصراحة اجي في بالي ان انتو بتمنى ان يكونوا وصولوكم المعلومة. بتمنى ان انتو تستغلو في الامج او في الامج عامة عشان خاطر الامج فيها شغل كتير قوي ما تعملش. آآ مبسوط اني حاولت اتساعدكم بصراحة. احنا يسا شغالين تاني بس دي حاجة جات في بالي لازم اقولها. آآ بس. ده الشوربن. او اللي لما بعمل شوربن بيبقى فيه ادجيس اعلى فبعمل دي دكت ادق. ليه? عشان خاطر عندي ادجيس واضحة. طيب. البند باز. ما اه حدش تقلني ايه باند باز لان انا مش عارفها واللي عارفها يقول. طيب يعني تقليل في اكتر من اوه. قال لك السلط والبيبر يعني ملح. سلط وبيبر ملح وفلفل. ابيض واسود. فقال لك او في منه ابيض واسود. اهي في نقطة. اه ابيض واسود. ان في نقطة بيضة نفسها. نقطة بيضة واضحة. يعني مش واضحة اه. نقطة واضحة. بيضة. لونها ابيض. البداية ابيض واسود. الجاشن الجاشن نويز ده. آآ ده مختلف بقى. يعني. خلا نشوفها لكو عملي بلو. طبعا احنا متكلم على الريدكشن. فبالتالي ان انا لازم جاشن بلور. بصوا كده. طبعا صورة بقت بهتانة شوية. ده اللي بيعمل بهتان بالصورة. بصوا. بقت بهتها خالص. على فكرة هو هنا مش شغالة. بدرجة اوضح لان انا هنا مختار حاجة اسمها الشانل. انا هنا شغال على درجة لون واحدة. بازم اختار الار جي بي. بعد كده الجاشن واعمل بلور. تلاقي صورة كلها هتعمل لها بلور. فده الجاشن. كده انا شيلت النويز قوي فبالتالي ما بقاش في بيكسل. قريب من التاني. مختلف عن التاني. طيب. جي هنا قالك ان في منه حاجة اسمها المين فيلتر والجاشن فيلتر والميديون فيلتر. لو تلاحظوا احنا اتكلمنا ان فيه مربع وانا بشتغل على الصورة اللي في النص فيه الويندوز وانا بشتغل على البيكسل اللي في النص فيه. بعد ما بقنا عمليات على المربع كله. طب انا هستفيد ايه من ان انا اعمل عمليات على المربع? هستفيد ان انا كده ممكن اختار مسلا مجموعة من الريجون واشتغل عليها مع بعض. مجموعة من اللون. آآ بعمل باس معين. شغال مسلا اربعة نيبر. فبالتالي انا محتاج ويندوز اشتغل جواها. عشان مش هشتغل على الصورة كلها. اخد جزء جزء واشتغل عليه. وابدأ ابسطه. فلو تلاحظوا انا هنا شغال على الجزء اللي في النص بس. فبالتالي الحروف اللي على الجنب دي. انا ما بقرب لهاش. ليه? علشان خاطر انا شغال على البيكسل اللي في النص. حتى هي الصورة دي الصورة الجديدة انا عندي بياناتها كلها مع عدل بيانات اللي على الحواج. لان انا مش شغال عليها لان انها هي عمرها ما تنزل وسط المنتصف بتاع الويندوز اللي انا شغال عليها. طيب. طبعا الفرق ما بين المين والجاشن والميديا هي المعادلات الرياضية اللي هتبصوا عليها ونركز فيها مع بعض. اهو ده الويندوز وده الجزء من الصورة. ببدأ اشتغل عليه بالمين او الميديا او المود. وتفهر الفونكشن اللي هشتغل عليها. هي ارقام وبرضو بشتغل عليها. ده الميديا فيلتر. طبعا جيه طبعا قرب النويز وراح جايه اروه من بعض. وشال النويز خالص وعمل لها وضوح بالدرجة دي. يبقاش فيه ابيض على اللي سود. خلال. بس. ده كده خمسة. ان شاء الله المحاضرة الجاية او بلاش اقول المحاضرة الجاية. الشرح الجاي هيبقى عن ستة. وسبعة. ده لو ما كناش عملنا معاد نحنا نتقابل فيه. اه انا سعيد اني حاولت ابسط لكم المنهج. يا رب اكون قدرت اوصل حاجة. زي ما قلنا في الاول الغرض من كل الفيديو ده كله ان وانا بحل السؤال ابقى فهمه. لان سئلة الدكتور انا حاسسها سهلة بغض النظر ان ان الشرح ده كله هو توصيل معلومة للوقت الحالي والمستقبل. في المستقبل هتحتاجوا الشغل ده كله. يعني الناس اللي جاتوا هتشتغل على او الناس اللي هتشتغل على مثلا الصور. او البيج داتا مسلا اه اه. البيج داتا يعني انا قصدي بيها ايه? ان الامج دلوقتي زي ما احنا عارفين جوجل بقى ده ان هو بتعمل بحس بالصورة. فبالتالي عشان نرتب الصور كلها عنده بكمية البيكسل بكمية الارقام اللي موجودة. فانت محتاج بيج داتا محتاج ده تمامي. اه علشان خاطر تحصل على المجرمين في الشارع وانت مصور الناس اللي في الشارع بتعمل لهم اه فيس ركوجنيشن وبتعرفهم من الشارع عادي جدا. بس عشان تخزن البيانات دي كلها عندك بتبقى لازم تشغال على بيج داتا وشغال على دنيا دنيا واسعة وشايفها ممتعة او مع 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 غيره اه 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 اي هوب يعني ان ان شاء الله نقدر نطور حاجة